تحرير شبر واحد من قبضة الميليشيات الحوثية في اليمن كان أمرا عسيرا في ظل قبضة تحالف الانقلاب في صنعاء على معسكرات الدولة بجيشها وعدته وعتاده يعزز هذه القبضة العسكرية أربعة مشاريع عدائية لليمن تتعاضد معنا المشروع الفارسي الإيراني بأطماعه التوسعية وأيدولوجيته الشيعية والمشروع الإمامي بنزعته الثارية وفلوله الرجعية وامتداده الحوثي وأقنعته الجمهورية والمشروع الانتقامي لنظام ساقط على خط الرجعة ومعادلة اللعبة الدولية على ساحة الشرق الأوسط أمام تعقيدات كهذه لم يكن على الساحة اليمنية ثمت فرصة ممكنة لتغيير الظرف القاهر دون تضحيات فادحة جدا وبهبوب عاصفة الحزم تخلقت على الساحة اليمنية الظروف الملائمة فكانت المقاومة الشعبية المسلحة وتشكيل جيش وطني وتنفست محافظات يمنية أنسام التحرير واستعادت الدولة مساحة كبيرة من كيانها وسلطاتها هذا التحول النوعي في معادلة القوة والصراع على الأرض اليمنية الطيبة فرض تأثيراته على طاولات السياسة الدولية ووضع الميليشيات الانقلابية الحوثية في زاوية المواجهة مع المجتمع الدولي أربع سنوات نجحت فيها عاصفة الحزم في نزعفة للمخطط الإيراني الإرهابي في اللحظة التي كان فيها هذا المخطط يمتلك كل أسباب النمو والتوسع ويتأهب للانفجار بالمنطقة العربية من باب المندب إلى مضيق هرمز اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر